السلام عليكم في فيديو نهاردة نشوف مع بعض 10 أفكار مختلفة من حاجات بنرميها أول فكرة هستخدم فيها كارتون البيت ياخد كده جزء من الكارتونة وهبتدي أسويها بالشكل ده هيظهر عندي حوالي 6 عيون من الكارتونة ده اللي احنا عايزينه هنعمل بقوة سهلة جدا أول حاجة بس هبتدي أن أنا أرش الكارتونة من جوه باللسبيه الدهبي وبعد كده هستخدم بواقفهم هبتدي أن أنا أثبتها على الحفة بتاع الكارتونة هستخدم بعد كده كارتونة وهبتدي أن أنا أغلفها بأي ورق ملون أو ممكن تغلفها بلا ستيكر أي حاجة موجودة عندك تكون شكلها حلوة وتقدر أني تغلي فيها بالكارتون الفكرة التي حلوة جدا وكمان شكلها هيبقى مختلفة هبتدي أن أنا أغلف الجزء بتاع الكارتونة كله من الناحياتين تمام وهستخدم قطعة كمان من الفوم هتبقى العرض بتاعها حوالي 4 سنتي وهبتدي أثبتها كده في الظهر بتاع كارتونة البيت وبثبتها على الكارتونة اللي أنا عملتها وبثبت برضو جزء صغير كده من الفوم من جوه وهبتدي أن أنا أستخدم ننطلة أو جبير أي حاجة يكون شكلها برضو حلوة وبثبتها بالشكل ده بالعرض بتاع الكارتونة هعمل فيونك كده بشكل بسيط وثبتها في الكارتونة بتاع تلبيت من تحت لذا كده نكون عملنا منظم حلو جدا للإكسسورات وكمان ينفع للدربية سوالابي الفكرة الثانية برضو هستخدم باقي كارتون تلبيت هبتدي أخذ العيون أو الأجزاء اللي هي بتبقى متقسمة في الكارتونة هبتدي أن أنا أسويها ورحة خلص كده منع الحرف وهعمل زي شكل مسلس كده من جوه بين كل جزء والتاني هي بتبقى متقسمة بالشكل ده كده هتبدأ تصار معي شكل الوردة هبتدي أعمل منها أكتر من واحدة بنفس الطريقة وهتبقى بأحجاب مختلفة لو أنت عايز هبتدي دلوقتي أستخدم لكيه ومع لون هبتدي أدين الكارتونة من جوه ممكن تستبيها بنفس اللونها فيه طبعا من كارتون البيت ده بيكون لونه بمبة وبيبقى فيه ألوان منه مختلفة هبتدي أن أنا أثبتهم بقى بعد ما ينشافوا مع بعض كده يعني هي بتبقى بشكل مختلف شوية وكمان عملت جزء من الكارتون من جوه ودهنته بنفس اللون هبتدي دلوقتي أن أنا أستخدمهم في فوزة وبرضه عملت منها أشكال باللون الدهبي دي رشتها بالرسبي يضغي أن أنت تعملي ورده من كارتون البيت بالشكل ده كده ورده بشكل مختلف ودي كوي حال الفكرة الثالثة هستخدم فيها منخل دي قديم أو مصدي بالشكل ده هبتدي أشيل الستيكر اللي على المنخل من برية تمام؟ هننضفه كويس جدا وبعد كده هستخدم خشبة الخشبة دي أنا عايزة هي تكون أسمى الغربال بالشكل ده تمام؟ لو مش عندك الخشبة هتقدر تستخدم الكارتون وهنستخدم طبقات تكون فوق بعض نبدأ نسبت الخشبة دي جوه الغربال هسبتها بجمية من الغير هستخدم من غيرها زي ما هو كده من غير مخفيفة هتثبت معينة كويس جدا ومش تتحرك من مكانها ولا عطوها تمام؟ هبتدي بعد كده أستخدم اللاكيه أو الدهان أي دهان عندك؟ بلاستيك أي حاجة موجودة لو مش عندك ممكن تستخدمه لسبيه لو عايزة تسبيه بنفس شكله بس لأنه مصدي عايزين بس نغير من شكل شوية هبتدي أدهن الخشبة بالشكل ده كده وكمان هدهن الغربال من الجنب تمام؟ هدهن الجزء اللي من جوه هدهن وكله حبة تخليه بلون الأبيض تمام؟ حبة تخليه بلون داني ممكن نحط نقطتين من أي لون يكونوا موجودين عندك هستخدم بعد كده الدنتلة أو جبيرة أي محاجة برضو مضاحة بالنسبة لك تقدر نيسي تزيني بيها هبتدي أثبت الدنتلة على الخشبة نفسها تمام؟ بالشكل ده كده وهستخدم كمان الاستباس وهبتدي إن أنا أثبته على الحفة بتاع المنخل أو الغربال هستخدم بعد كده بقى ورده صغير وهستخدم كمان ورق من الأهضر الورق ده ورد صناعي هبتدي إن أنا أثبته كده جنب بعضه في الجزء اللي من تحته كمان هسبت جنبه الورد ده وطبعا هتختلف الأزواء حسب اللي موجود عندك كمان هستخدم كمان قطعة من الخيش أو الحبل اللي هو الخيش ده هبتدي إن أنا أثبته كده في الظهر بتاع المنخل تمام؟ على قد بس المقاس اللي أنا عايزين عشان أعلق الديكور ده على الحيط وبرده هستبت كده قطعة صغيرة من الساتين بالشكل ده كده عملنا ديكور سهل جدا وحلو قوي تإدارين ينتي استخدمي العلبة من التوابل أو الشاي والسكر فكرة ده كمان تنفع إن أنت تعمليها مع صنية كون قديمة عندك أو الحرائط تإدارين برضه إن أنت تعمليها ممكن تحطيف أي ركن عندك في البيت وبرده يبقى شكله حلو جدا الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها أزاز الدواء وهبتدي أستخدم وسدس الشمعة إدارين تكتبي بقى أي إسم أو أي حروف أنت عايزيها على الأزاز دي هتبقى شكلها حلو جدا هنمشي بس براحة خالص تمام بالشكل ده كده زي ما أنا ماشي معاكم على فكرة سهلة جدا وفكريتها حلوة جدا تقدر إن أنت تنفذيها كمان على أي أزازة موجودة عندك أي أزازة طبعا من الأزاز اللي هي الأزاز وكمان هستخدم الأزاز التانية وهعمل زي أشكال كده قلوب صغيرة وبعد كده هستخدم نسبي وهبتدي إن أنا أرشوم هسيبهم بقى إنشافوا وبعد كده هبتدي أستخدم الاسترس برضو التزيني يرجعلك أنت استخدمي حتى جبير أو ضنطل ممكن ما تستخدميش أي حاجة تاني أنا هبتدي أوزع بس الاسترس كده حوالي الأشكال أو الحروف اللي أنا عملتها على الأزاز وبالشكل ده أنا قدر نعمل ممكن تستخدميهم كمان للألام أو الفرش اللي موجودة عندك ممكن كمان تستخدميهم نحط فيهم أي شمع دي كده الفكرة الخمسة هنستخدم فيها إقباء الحلويات عندي طبقين بالشكل ده ممكن نستخدم ثلاثة أو أربعة الفكرة حلوة جداً وتإدارية نفزيها بس امشي معي بالخطوات وتطلع معيك النتيجة حلوة جداً هبتدي أستخدم هنا الإقباء و هستخدم معيها معلقتين من الغيرة حطيت معيهم معلقتين من الماء ممكن نستخدم كمان الغيرة زي ما هو من غير ما نخفره بأي ماء خالص الكارتون ده بيفك شوية من بعض و هبتدي إن أنا أثبتهم مع بعض بكمية كده تكون كويسة من الغيرة و هسيبهم ينشفوا كويس جداً وبعد كده هبتدي بقى إن أنا أثبت الطبقين دول مع بعض هحط كمية من الغيرة على وش الطبق اللي هو من تحت وبعد كده هبتدي أثبت عليه الطبقين حتى لو الطبق عندك بتاع الحلويات ده كبير أو قعدة التورتر تقدر تستخدمي فيها الفكرة دي الفكرة دي هي لها استخدامين مش استخدام واحد هبتدي بس دلوقت إن أنا أقفل اللي كارتون كده مع بعضه بكمية من الغيرة تكون كويسة استخدم بقى بعد كده صورة طبعتها من برنامج بنترست ممكن برضو تدخلي على جوجل وتكتبي أي صورة إنتي عايزيها لو حابين الصور دي أنا نزلتها كتير جداً موجودة على الجروب بتاع الفيس تمام كده ممكن نستخدم برضو الاستيكر اللي هو الملوي لو أنت بش حابة تستخدمي السور المطبوع وكمان ممكن تستخدمي أي صورة موجودة عندك في كتاب قديم تمام كده هبتدي بقى دلوقت عشان أثبت الصورة دي وما تطلعش معي وتبقى نتيجتها حلوة جداً هستخدم الورنيش المائي الورنيش المائي مش الورنيش الخشبي لأن في فرق بينهم كبير تمام كده هبتدي إن أنا أحط كمية أو طبقة كويسة برضو من الورنيش الورنيش ده في عمل مادة عزلة بين الحاجة اللي إحنا بنثبتها أو الصورة عشان لو حبيت إن أنت تخسليها أو تنظفيها بعد كده ما تتقصرش الصورة وتتشال معيك هبتدي إن أنا أحط طبقة كويسة من الورنيش بالشكل ده كده وهبتدي أثبت الصورة على الطبقة تمام وبعد كده ببتدي برضو إن أنا أحط الطبقة كمان من فوق الصورة نفسها ما تيلاقيش خالص هي لما بتنشف بتبقى شكلها طبيعي جداً وكأنها حقيقية تمام بالشكل ده كده هكملها كلها وبرو هسيبها تنشف كويس جداً الحاجات دي بتاخد وقت شوية على ما تنشف ولازم تتأكد إن هي نشفت معيك وبعد كده تستخدميها عادي جداً ممكن بردو نستخدم بديل الورق إن إحنا نستخدم أي أماشا عندك تكون قديمة فيها صورة حلوة تقدر تسبتيها بنفس الطريق سويت طبعاً الورقة بالشكل ده ونقدر نستخدمها كديكور أو صنية كمان ممكن نستخدميها قطة بلوم الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها إزازة زيت ننضفتها كويس جداً وطبعاً نشفتها أو سبتها دينشف وبعد كده هبتدي أفصل الجزء اللي من فوق اللي هو مدور ده هنعمل من الإزازة دي فكرتين يكون حلوين جداً وبردونيهم استخدامات كويس هبتدي دلوقتي أشيل الجزء اللي هو بتاع الغطاء اللي من فوق سخنت السكينة على بتجهز وشلت الجزء اللي كان من فوق ده وهبتدي إن أنا أساوي الجزء اللي في النص تمام كده هستخدم ماء جبير أو ضنطل وهبتدي إن أنا أحطه بشكل حلو كده على الإزازة بلاش نوجه مسدس الشمع على الإزازة نفسها خليم يتوجه على الحاجة إن أنت بتثبتيها يعني هنحط الشمع نفسه على الجبير عشان ما يسايعش البلاستيك ده معينا البلاستيك ده بيبقى ضعيف شوية فمش بيستحمل معينا إن شام تمام هبتدي دلوقتي إن أنا أثبت الجبير بشكل كده يكون مختلف شوية وهرش بقى الجبير بالجزء بتاع الإزازة ده باللس بيه الدهبي وممكن كمان إن إحنا نستخدم أي دهان عندنا ممكن تستويه زي ما هو بس أحبين إن إحنا نغير كده من شكل الحية ما يبقاش بيت إن دي إزازة تمام كده هنستخدم بقى أفصول صغيرة ودي برده بتبقى موجودة في محلات الخردوات اللي هم بيبيعوا الإبر والخيوط وكده ودي بيقعندهم حاجات كتيرة للتزين تقدر إن إتجي بيها وتزيني بيها كمان صعب معاك فترة كبيرة بالشكل ده نقدر نستخدمها كبازة بشكل بسيط جدا عملناها الطريقة سهلة جدا كمان تقدر إن إتستخدميها كما ألمة تقدر إن إتستخدميها كمان شمعة من الشمع الإلكتروني إتستخدميها زي ما تحبي ليها أكثر من إستخدام مهم إن إتستخدمي تعمليك ديكورات الحلوة دي بيديكي ومن حاجات كمان بترميها هستخدم الجزء الباقي من الإزازة هيخد كده جزء من الفوم تمام هيبقى حوالي العرض بتاعه حوالي أربعة سنتي أو خمسة سنتي وكمان الجزء الثاني الطول قد العرض تمام كده وهبتدي إن أنا أخد قطعه مربعة بالشكل ده من الفوم اللي هو الأزرق وياخد جزء صغير أو شريط صغير من الفوم اللي هو الدهبي هبتدي أثبته على الظهر بتاع الفوم كمان هيسهل معيك لو الفوم ده من اللي هو بيلزق معيك على طول هيبقى سهل معيك هبتدي إن أنا أخد كده بالشكل ده الطرف ده على الطرف الثاني من الفوم وهبتدي أعمل بالشكل ده كده شكل حلو جدا من الفوم عملت كمية كبيرة بنفس الشكل وكمان بنفس الميز هبتدي بقى إن أنا أثبتهم على الإزازة أو الجزء اللي باقي من إزازة دي هحط الشمع نفسه على الفوم تمام وهبتدي ان انا اثبتهم او رصهم كده جنب بعض ممكن طبعا تعملي اشكال تانية لو انت حبه بس الشكل ده حلوي جدا وكمان هيدي معانا نتيجة حلوة جدا هبتدي ان انا اثبتهم بنفس الطريقة وكمان هثبتهم من الجنب بنقطة بسيطة كده من الشم عشان الشكل يبقى معانا مزبوط قصتهم كلهم جنب بعض بنفس الشكل كده وهياخد جزء صغير من الفوم الدهبي وهبتدي ان انا اعمل شكل زجزايد كده من على الحر يعني دايق نص دايرة كده صغيرة هتزبط معيك وهتبقى حلو هبتدي دلوقتي ان انا اثبت الجزء اللي انا عملته ده في الازازة من فوق زي ما اتفقنا انا غلطت بس هنا بس مسدس الشمع ما كانش معي حامي قوي فهبتدي ان انا اوجه الشمع نفسه على الفوم وده طبعا اضمن وهثبت برضو جزء كده من الفوم الازرى فوق الجزء ده وهبتدي اعمل كده اشكال صغيرة او زي مسلسات او مربعات صغيرة وبردو هبتدي ان انا اوزعها على الازازة او الجزء الفاضي فيها ممكن برضو نستخدم استرس برضو هيدي معانا شكل حد استخدموا الحاجة المتاحة بالنسبالكو محبتش ان انا ازود معاكو الحاجات اللي احنا بنستخدمها كل اللي انا استخدمته ممكن تكون ورق بس من الفوم تمام كده وبردو ثبت الجزء اللي هو من الدهري في الازازة من تحت ونقدر برضو نستخدمها كفوزة بالشكل ده وبردو ممكن نستخدمها كما لم فكرتها بسيطة وسهلة جدا وطبعا تنطبق على حاجات كتيرة عندنا ممكن نرميها بدل ما نرميها نعمل منها دي كور حلو الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها حلقات الستير وهبتدي استخدم اكتر من حلقة بالشكل ده الجزء ده شريت كده بيبقى موجود في الستير كان باقي عندي من سطارة قديمة هبتدي ااخد الجزء ده وهبتدي ااخد جزء صغير منه تمام كده وهبتدي اثبت كل حلقتين من السطارة مع بعض بسثبت على الحفل الحلقة بتاعت السطارة من على الحفل كده ممكن كمان تستخدمي جبير او دنطل بيكون شكله حلو في نفس الفكرة اللي بنعملها دلوقتي هبتدي اثبت برضو الجزء اللي هو من على الشكل ده اللي هو هنسميه مثلا جبير هنثبت برضو الحلقة التانية معها وهنكمل بنفس الشكل هناخد جزء من الشكل ده او الكبير ده وهنبتدي نثبتهم مع بعض هيجي كده من عند الطرف وهبتدي اثبت جزء من الدنطل يكون شكله كده مختلف من على الجنبين تمام هيبقى ده شكلها وبالشكل ده نقدر نعملها على اللي اهل الستارة اي استارة عندك في طرقة او في اي مكان عندك بالشقة تقدر تستخدمي حلقات السطيل وتعوني منها ديكور كده يكون شكل مختلف وطبعا خمايات متوفرة فكرة اللي بعد كده هستخدم فيها اشعة اشعة قديمة وابتدي اخد بالشكل ده كده منها زي حوالي واحد سانتي وباستخدم الخيط الصوف وبابتدي الفه على الشرائط اللي انا قصيتها من الاشعة تمام وبابتدي ايجي من عند الطرف وباسبتهم مع بعض من قططين من الشم ومن النص كده بابتدي برضو ان انا اقسمها بالشكل ده كده عشان تادي معي شكل بعمل منها اكتر من واحدة وبابتدي اثبتهم جنب بعض لحد ما بكمل كده شكل يكون حلو معي وبعد كده هبتدي الف شوية من الخيط الصوف على سبعين من ايدي وبعد كده هبتدي اعمل ربطة بسيطة من النص وبقطعها او بقصها بالشكل ده وبسويها وبابتدي اعلقها بالشكل ده ممكن نعمل منها اكتر من واحدة بس انا هستكفي ان انا اعمل واحدة بس يعني وبعد كده هبتدي اعمل عليقة والتزين بسيط نكون عملنا ججور من غير اي تكاليف خلص كمير ممكن تعملي اكتر من واحدة منها بنفس الشكل وتبدأي توسعيهم لو عندك حيطة سادة مش عليها اي ديكور الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها ازازة بريل هبتدي اخسلها كويس جدا وهبتدي استخدم بعد كده الم البورد وهعمل زي شكل كده على الازازة باستخدم المسترى بتوضح معي اكتر الشكل اللي انا عايزة اوصه ببتدي اعمل شكل سبعة كده من الضهر وبيجي من الجن تمام ببتدي امشي الخطة عادي جدا وبعمل نفس السبعة اللي انا عملتها قدام بحاول ان انا اساوي المقاسات لو طلعت معي مصبطة هيبقى الشكل حلو في الآخر تمام ببتدي بقى افصل الجزء ده كده بالقطر وببتدي افصلها بعد كده بالمقاسة عادي هعمل منها بقى اكتر من واحدة نفس المقاس نحاول نخليها كلها مقاس واحدة وبعد كده هستخدم الاستيكر وببتدي اثبته على الجزء الاول شكل اللي انا عملته تمام وطبعا الاستيكر ده ضهره في لزء فنقدر ان احنا نثبته بمنتهى سهولة على ازازة لو عندك الازازة فيها تعريجات او تستخدمي ازاز تانية غير ازازة البريل نقدر نثبتها بالشمع وهنستخدم الظهر بتاع الاستيكر عشان يطلع معينا مزبوط تمام بخلي الزيادات دي لجوه وبعد كده هستخدم كرتون رول المناديل هقسمه منه النص قصطها بالشكل ده بالطول وبعد كده هبتدي الفها كأنه بلفه العادي تمام وببتدي اثبت منه على الحرف مقطتين من الشم وبغلفها بعد كده بنفس الاستيكر هستخدم بعد كده قطعة من الكرتون مدورة وابتدي ان انا اغلفها ورده بنفس الاستيكر وهيجي من عند الحرف كده وهبتدي ان انا اسبت استرس او اي ضمطلة عندك تاستخدمي هبتدي ان بعد كده اسبت الجزء اللي هو بتاع الكرتون او الكرتون اللي عملناه هبتدي اسبت فنص الدايرة اللي عملناها زي انته برضه تزين بسيط وزي انت العلب بتاعة البريل اللي برضو منه على الحرف من فوق بنفس الاسترس وهبتدي ان انا اسبتهم حوالين رول بالشكل ده هبتدي أن أثبت الثلاث علب اللي احنا غلبناهم ممكن تحطي أكتر من كده كمان لو أنت حابة أن تعمل المنظم يكون كبير شوي وهبتدي أن أحط وردتين أو تلاتة من الورد الفوم الجهز وبالشكل ده هنقدر أن نستخدم الجزء اللي هو الكرتون اللي في النص نحط في وردة كده يكون شكلها حلو وتقدر يتستخدمي على الصفة كمنظم وحلو جدا للمعالق والشوك والسككين تفكيرت بسيطة وسهلة جدا طبعا تقدر تستخدمي لسيقر ده ومتاح منه ألوان كتير دي كانت أفكار النهاردة طبعا أنا مستني رايق وأي فكرة من الأفكار اللي قدمناها النهاردة عجبا